موسيقى انت متسوس من لبنان وانت تابع لحزب الله وانت شيعي وانت مش أردني انو انا ابن هالبلد انا زلان بفلح من شمال الأردن يعني انا من كوفرسوم بتذكر وكنت ارسم وانا طفل والدي كان دائما يعطيني ورق بخليني خربش براحتي بس بتشيحكي لك فنان من قولنا صغير بس بتذكر انو كنت اخربش كثير يعني يعني احنا نرمينا بعائلة فنية يعني امي مهندسة معمارية ووالدي فنان تشكيلي والشغلة ايجت معي يعني بالموهبة ولميتها انا نميتها ووالدي ساعدني ان نميها يعني انا اكيد كمان والدي يعني بهمني اخذ رأيو بالكركاتير يعني مرات بحكي له شو راكي بغض الكركاتير بقول لي بيخزي لكل البساطة يعني ما اقول له ليش يابقنعني يابقنع بس على اغلب هو بقنعني ووجهت نظرك تطع دائما صحيحة بالنسبة لكركاتير اي كانت بريذ او اللي هو جورج فلويد الاذرني مثل ما تنقلته الصحف هو ايجات يعني نتيجة لقانون الدفاع وتحدي تعديلاته قانون الدفاع رقم 6 وهذا تزامن مع الاحداث اللي كانت بامريكا اللي حداث جورج فلويد والنتيجة اللي صارت لها طلع الناس بالشوارع وصارت الحداث العنصرية اللي اللي بتنادي بمراهة العنصرية يعني بامريكا فالمقاربة كانت من وجهة نظري انه التصرفات اللي او القانون اللي كان تعديلات قانون الدفاع رقم 6 يعني هي فيها نوع من طبقية لان انا برأيي انه كل اله يعني الاردن بك تركيبتها كلاتها يبارة عن الطبقية متذلغلة فيها وانا بشوف الطبقية هي يعني هي والعنصرية وجهنا نفس الامنة فهذا الاشي هو اللي خلاني اني التقط هاي يعني التقط هذا المشهد بتبع جورج فلويد واسقطوا على الوضع عندنا بالبلد وطبيعي بما انه يعني رئيس الحكومة هو الممثل لهاي القرارات فكان الاسقاط بالشكل اللي شوفوا الجمهور يعني وطلعت الفكرة ونشرتها على السوشال ميديا 18-03-2020 في ظل جائحة الكورونا جرى تفعيل قانون الدفاع لعام 1992 قانون الدفاع هو قانون استثنائي قانون يفرط في حالة الطوارئ وذلك لمجابهة حالة طارئة تعم البلاد هذا الامر الملكي كان واضح بانه يتم استخدامه في الحد الأدنى من التقييد على الحريات ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير ومن ضمنها عندما شفت التعليقات يعني بتنادي انه حاكموا بسحبوه من الرجلة أو أبصر شو تعملوا فيه يعني فكان الوضع انه بلشت أخاف أنا بلشت أحس انه في اشي خرج عن السيطرة فبعد رغم التعليقات هاي رغم يعني يعني انه ليش تسيء لشخص رئيس الحكومة أو ليش يعني انت بصير اش يتمثل الأردني بأنه يعني محدا مدعوس على رأسه أنا شخصيا لا أستطيع فهم المقاربة بين ما حدث مع فلويد بأمريكا وما حدث وما يحدث معنا في الأردن الوضع الذي حدث في أمريكا يشير إلى عنصرية وإلى بغضاء وإلى كراهية وإلى آخره وهناك جريمة وقعت تسببت في مقتل هذا الكركتير اللي انت عرطي عليه قد يحمل أوجه ممكن أن ننظر إليه بأنه ممارس الحق النقد وممكن أن ننظر إليه بأنه إساءة ويتضمن ذنب وقدح وإساءة العبرة أو الشعرة ما بين الذنب والقدح وما بين حق النقد هي شعرة بسيطة وحدة الشعرة هذه هل هناك حسنية في النشر؟ هل هذا راعة؟ هل استخدم كلمات أو صور مناسبة لوصف الفعل؟ هل كان هل جاء النقد في سياقه؟ هل كان بتعلق لتحقيق مصطحة عامة؟ أم لمصطحة شخصية؟ سقف الحريات في الأردن بشكل عام بالمنطقة جيد نسبياً لأنه يكون صادق لكن بالنهاية يظل في سقف بس المشكلة أن هذا السقف بالنسبة لإحنا كفنانين كاريكاتير منحس واط شوي بالنسبة لحد مواطن أردني ما بيعبر بالشكل ما نحن نعبر فيه أنت لا ستعرف أن تتعرض إلى تضييق وحريات التعبير إلا عندما تمرسي حقك بالتعبير بالشكل الكامل وحدا يحكي لك توقف رجعت للمؤسسات المسؤولة عن حماية الصحفيين والدفاع عن الصحفيين بس لأقدر أقدر حجم الضرر الذي يمكن أن يحدث عليه في حال لو أظل الكاريكاتير هو استصل فينا وحكينا له أن هذا الموضوع أنت صاحب القرار أن تقرر كيف تتعامل مع الموضوع هو كان يشكي بأنه يتعرض لضبوط نحن نوضح له السورة القانونية ولكن ليس لنا وصاية على أحد وبعد الحديث معهم قدموا كل الدعم وما قصروا ويعني عرضوا المساعدة والتأييد واحترام الحريات والحقوق وكل هذه الشغلات لكن بعد ما خلصت المكالبة معهم أنا ما حسيت أنه من الحكمة أني أخذ الكاريكاتير منشور على السوشال ميديا لأنه على ما يبدو أنه ما حدا قادر يضمن شو ممكن يصير بفيد القانون الدفاع نحن نعارض ليس فقط قانون الدفاع أو أعمار الدفاع التي تقيد الحرية نحن نعارض أي تشريع أو قانون يقيد الحريات موسيقى 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 اشتركوا في القناة